تسود المخاوف بين الأوساط الشعبية من تنامي عمليات الاغتيال في البلاد تحت دوافع شتى تغلف دائما إما بخلاف عشائري أو قضية جنائية فلا يكاد يمر يوما إلا وتكون هناك حالة اغتيال أو أكثر يذاب ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم وقود لصراعات سياسية ومحاولة إرسال رسائل بسط النفوذ في الشارع كما يرى بعض المراقبين للمشهد الأمني تنامي الاغتيالات وعودة مشاهدها المأساوية إلى الواجهة يعيد ذكرة العراقيين إلى أيام الصراع الطائفي وكيف تحولت المدن إلى ساحة قتال دون رادع وهو ما يحذر منه المراقبون الذين يرون أن ما يجري هو نسخة مما حدث سابقا لكن أطرافه هذه المرة لم تلبس الغطاء الطائفي بل اتخذت من صراعاتها السياسية وسيلة للسيطرة على الملفين السياسي والأمني ساعية وراء أهداف عدة منها تارة الضغط على الحكومة وأخرى على الخصوم من خلال بعث رسائل الفوضى وعدم الاستقرار وأما يثير القلق أيضا تورط ضباط من الأجهزة الأمنية في تلك العمليات وكذلك فصائل تستغل إمكانيات الدولة في عملياتها التي غالبا ما تستهدف شخصيات ثقافية ووطنية كما حدث مع رئيس مؤسسة المدى فخر كريم والناشط الصدري أيسر الخفاجي ويشير مراقبون إلى أن ملف الإختيالات لا يمكن أن يعالج طالما أن هناك الكثير من الفصائل تمتلك السلاح والنفوذ بمقابل عدم سيطرة حكومية على تصرفاتها وهو ما ينذر بمشهد أمني متوتر قد يخرج عن السيطرة في أي لحظة فهل ستكون الإختيالات أداة الإطاحة بحكومة السوداني؟